بعد استعمال أسلوب غض الطرف من المجتمع الدولي عن الأحداث في ليبيا واستغلال التشكيلات المسلحة الموالية للأجسام السياسية المتحكمة لهذه الفرصة تولد مشهد أقل ما يوصف به أنه مأساوي وطفحت جرائم وانتهاكات لم يعد بإمكان أي مبادئ أو تقاليد أن توقفها فمن أمن العقوبة؟ أساء الأدب الإفلات من العقاب كانت دافعة لمزيد من الانتهاكات في ليبيا وهو ما جاء في إحاطة غسان سلامة التي قدمها لمجلس حقوق الإنسان في جلسته الأخيرة والتي أشار فيها أن تلك الانتهاكات ترتكب تحت مسميات شرعية كالتي تمارس في الشرق تحت مسمى الجيش الوطني والتي تتصرف بحصانة شبه تم من العقاب حسب وصفه مشيرا إلى أنها تلقي القبض على المدنيين بصورة متكررة من الشوارع أو منازلهم دون إجراءات قانونية وفي بعض الأحيان لمجرد معارضتهم لها في الرأي منهم من يوضع في السجون حيث يتعرضون للتعذيب فيما يتم العثور على جثث آخرين ملقاة في قارعة الطريق مذكرا بقضية محمود الورفلي الذي لا يزال طليقا رغم صدور مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بحقه أما في الغرب فقد صرح سلامة بالقول إن المجموعات المسلحة تنشط في مناخ يسوده الإفلات من العقاب وهي تستغل القانون لممارسة صلاحيات تخولهم احتجاز الآلاف من الرجال والنساء والأطفال بشكل تعسفي ولفترات مطولة أما ما يخص قضية المهجرين وخاصة بنغازي فقد اكتفى غسان سلامة بالقول إن البعثة تسعى لعودتهم لبيوتهم دون ذكر عوائق عودتهم أو التهديد بالعقوبات لمن يحول بينهم وبين منازلهم في سرد سطحي رآه مراقبون لا يرتقي لمستوى الأزمة أو ربما محاولة للتخفيف من ملف انتهاكات مجرم الحرب حفتر فهل سيفلت من تورط في سفك دماء الليبيين وسلب أموالهم في ظل غياب شبه تام لدور القضاء الليبي من جهة ومماطلة وانتقائية البعثة الأممية والمجتمع الدولي من جهة أخرى